مشاهدين الكرام أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج منشت نستعرض فيها أهم ما تناولته صحف العربية والعالمية ووكلات الأنباء نبدأ جلوتنا اليوم والاهتمام العالمي بأشياء المصري الاكتشافات الأثرية الأخيرة حيث عنونت جريدة واشنطن بوست بالاكتشافات الأثرية الأخيرة دفعة للاقتصاد المصري حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا صلتت فيها الضوء على اكتشاف ما لا يقل عن سبعة عشر ممياء في حالة جيدة في منطقة تونة الجبل بمحافظة المينيا وقالت حسب تصريحات أدل بها وزير السياحة المصرية حياراشد الشهر الماضي أن هذه الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر من الممكن أن ترفع عدد السائحين إلى نحو عشرة ملايين بزيادة من تسعة فاصل ثلاثة ملايين سائح في العام الفين وخمسة عشر لكن لا يزال هذا العدد أقل بكثير من الفين وعشرة حيث بلغ عدد السياح أربعة عشر فاصل سبعة مليون سائح والذين زاروا مصر في هذا العام الفين وعشرة ذكر التقرير أن تلك الاكتشافات الأثرية أذهلت الكثيرين نظرا لأن موقع دفن الكائن على هوامش الصهراء الغربية كان معروفا بصفة أساسية بكونه منطقة عثر فيها على ألاف المميات الخاصة بالطيور والحيوانات على مدار السنوات كانت وزارة الأثار المصرية قد أعلنت السبت الماضي عن العثور على سبعة عشر مميات في سرديب مقبرة في محافظة المينيام إلى الجنوب من القاهرة وقال صلاح الخلي أساذ المصريات في جامعة القاهرة ورئيس بعثة التنقيب التي اكتشفت المميات في منطقة تونة الجبل بمصر الوسطى قال لقد عثرنا على سرديب تحتوي على عدد من المميات التي عثرت البعثة الأثرية عليها في فجوات شرق مقابرة تونة الجبل تقود إلى دهليس دفنت فيها المميات بشرية بحسب وزارة الأثار المصرية التي أكدت أن المدفى انضم سبعة عشر من المميات غير الملكية إلى ذلك أوضح وزير الأثار المصري الدكتور خالد العناني في مؤتمر صحفي عقد في موقع الاكتشافات الأثرية أن البعثة كشفت عن أول جبانة آدمية في مصر الوسطى تضم هذا العدد الكبير من المميات كما وصف الدكتور العناني الاكتشاف بأنه إضافة جديدة إلى مجموعة الاكتشافات الأثرية التي شهدت مصر في الأوينة الأخيرة كان أخيرها محتوى مقبرة أسرحات بمنطقة دراع أبو النجا بالأقصر ترجمة نانسي قنقر